اليوم أضع بين أيديكم الأنموذج الثالث وهو آخر هذه النماذج في عنواننا المتقدم الذكر الأنموذج الثالث سقيفة بني ساعد أنموذج مثالي في التحريف السقيفة بني ساعدة حرفت كل شيء دين محرف في جميع الاتجاهات قطعا لا أستطيع أن أغطي كل تحريف السقيفة بني ساعدة وكل تزييفها الأمر كبير جدا واسع بسعة المكتبة السنية بسعة مكتبة سقيفة بني ساعدة إنها مكتبة كبيرة وكبيرة جدا سعة التحريف والتزييف بسعة هذه المكتبة هذه السقيفة السقيفة اللعينة ما تركت شيئا إلا وحرفته إلا وزيفته ولذا فإن سقيفة بني طوسي حينما سارت على منهجها حرفت الدين وزيفت العقيدة واستمرت سقيفة بني طوسي في تحريفها للدين وتزييفها للعقيدة إلى هذه اللحظة وستبقى على التحريف والتزييف مدام تتمسك بمنهج سقيفة بني ساعدة إذن الأنموذج الثالث سقيفة بني ساعدة أهم مطلب سأحدثكم عنه سأحدثكم عن عقيدة سقيفة بني ساعدة برسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال ذلك ستكتشفون التحريف والتزييف لكن الأمر بحاجة إلى مقدمة فإنما تتبين الأمور من معرفة أضدادها سأعرض لكم في هذه الحلقة من خلال جولة بين آيات الكتاب الكريم سأعرض لكم ما يفترض أن تكون عليه علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة هذه هي الخطوط العامة التي رسمها لنا القرآن في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله سأستعرض لكم جانباً من آيات الكتاب الكريم لكنني أتمنى عليكم وخصوصاً على الشباب السني الذين يتابعون هذه الحلقات أن يعودوا إلى الآيات بعد انتهاء الحلقة كي يتدبروا فيها لأننا سنحتاج إلى مضامين هذه الآيات في حلقة يوم غد في حلقة يوم غد سأتناول عقيدة عائشة زوجة النبي وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم وأمثالهما من محدثي وعلمائي السقيفة بني ساعدة إن كانوا من الأموات أو كانوا من الأحياء سأتناول ما جاء من الأحاديث في البخاري وفي مسلم وسيكون التركيز على صحيح البخاري فإنني سأعرض بين أيديكم في هذه الحلقة الخطوط العامة لعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله عقيدة مودة طاعة أدب كي نعرض عقيدة عائشة وصحابة والتابعين والبخاري ومسلم وسائري علماء السنة من الأموات والأحياء كي نعرض ذلك على الكتاب الكريم حتى يتبصر شباب الشيعة وشباب السنة الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن دين محمد صلى الله عليه وآله بعيدا عن نساء النبي والصحابة والتابعين وبعيدا عن مراجع النجفي وكربلاء إنه دين العترة الطاهرة إنه دين حديث الثقلين ودين بيعة الغدير اللهم والي من والاه من والى عليا وعادي من عاداه من عادى عليا وانصر من نصر من نصر عليا واخذل من خذله من خذل عليا هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله وهي مروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة على حد سوى نذهب إلى فاصل إذن علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن لا بحسب بحسب ما يقوله ما يقوله علماء السنة ولا بحسب ما يقوله علماء الشيعة بحسب القرآن علاقتنا بعد بعد المئة بعد البسملة سأذهب إلى مواطن الحاجة من الآيات وسيكون الوقوف عند الآيات وقوفا مختصرا وسيكون البيان بيانا موجزا فإن الوقت لا يسمح بالتطويل والتفصيل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ما هو حالهم لا شأن لنا بأولئك مثل ما قلت لكم إنني أذهب إلى موطن الحاجة أذهب إلى المطالب التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحديثي عن علاقتنا عن علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وآله عقيدة مودة طاعة أدبا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ماذا يفعلون لهم يحبونهم يحبون الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله إن كانوا من الصحابة من التابعين من مراجع النجف وكربلاء من زعماء الأحزاب القطبية في الأجواء السنية أو في الأجواء الشيعية من أي صنف من الأصناف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا شأن لنا بهذه الجهة حديثنا عن الجهة الثانية والذين آمنوا مثا يفعلون ما هو حالهم والذين آمنوا أشد حبا لله لا كما يقول مراجع النجف وكربلاء من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد هم لا يشترطون هذا في مراجع التقليد لا شأن لنا بهم ولا بهرائهم ولا بخرائهم العقائدي القرآن ماذا يقول عن الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله نحن لا نمتلك ولا نستطيع أن نمتلك طريقا مباشرا يجعلنا نتواصل مع الله بنحو مباشر هذه هي حقيقة فأين هو الله هو منزه عن الأينية قطعا لكن اللغة عاجزة وهذا هو الذي نستطيع أن نقوله فأين هو الله وكيف نتكلم معه إنني أتحدث عن أن يكون التواصل مباشرا من دون حجاب لا يوجد طريق إلى هذا نحن فيما بيننا وبين الله هناك حجب النور وقبل حجب النور هناك حجب الظلام فما بيننا وبين الله حجب الظلام وبعدها تأتي حجب النور لا نستطيع أن نتواصل مع الله هناك ما بعد هذه الحجب هناك الحجاب الأعظم الحجاب الأعظم الحقيقة المحمدية العظمى هذا هو الحجاب الأعظم فهناك حجب الظلام وهناك حجب النور وهناك الحجاب الأعظم حبنا لله سبحانه وتعالى لن يتحقق إلا أن نتواصل معه ولن يتحقق هذا إلا أن يفتح لنا بابا سبحانه وتعالى كي نتواصل من خلاله بالله سبحانه وتعالى وقد فتح لنا هذا الباب وهل هناك أعظم من محمد هل هناك أجمل من محمد هل هناك أكمل من محمد هل هناك كمحمد لا يوجد كمحمد سبحانه وتعالى هو الذي فتح لنا بابه الأعظم وقال لنا هذا محمد هذا محمد هذا محمد فإذا أردتم أن تحبوني فأحبوه وإذا أردتم أن تطيعوني فأطيعوه وإذا أردتم أن تتبعوا سبيلي فاتبعوا سبيله وإذا أردتم أن تتقربوا إليه فتقربوا إليه هذا هو محمد هذا حبيبي هذا حبيب الله وهو الحبيب الأعظم فإذا أردنا أن نحب الله علينا أن نحبه والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لرسول الله الآية الآية تتحدث عن هذه الحقيقة لأننا لا نستطيع أن نتواصل مع الله من خلال أنفسنا لو كنا قادرين على ذلك لما بعث الله إلينا محمدا لو كنا قادرين على أن نحب الله حتى لو كانت العاطفة تقودنا لحبه إذا كنا نعرف بأنه هو المنعم علينا وفطرة الإنسان وجبلته تقوده لحب المنعم عليه إذا كان الإنسان طبيعيا ليس مشوها لم يكن قد تحول إلى مسخ إنني أتحدث عن المسخ الباطني لكننا لا نعرف كيف نحبه سيتولد حب في القلب للمنعم الذي أنعم علينا إذا كانت فطرتنا سليمة وكانت جبلتنا قويمة ولم يمسخ باطننا لازلنا نحافظ على إنسانيتنا إننا سنحب الذي أنعم علينا لكننا لا نعرف كيف نحبه وكيف نترجم محبته على مستوى الأفعال أو على مستوى الأقوال أو على مستوى الأحوال على مستوى النوايا والهواجز نحن بحاجة إلى معلم يعلمنا ولذا فإن الرحيم وإن الكريم وإن المنعم الذي أنعم علينا بعثه إلينا بعث محمدا بعث محمدا أبا وأخا ورحمة وإماما وسيدا ونبيا ورسولا وقرآنا ناطقا وحكمة وعلما وفضلا وشرفا وطهارة ودينا ودينا بكل ما في الدين من معنى وعلمنا كيف نحبه كيف نحب محمدا وعلمنا كيف نحب الله علمنا محمد أننا نحبه حينما نحب عترته الطاهرة هكذا علمنا فجعل أجر الرسالة مودته هذا منطق القرآن لم يجعل أجر الرسالة في مودة نساء النبي ولا في مودة الصحابة ولا في مودة الملائكة ولا في مودة الأنبياء السابقين نعتقد بكرامة الأنبياء ونعتقد بنبوتهم ونجلهم ونحبهم لكن مودتهم لم تجعل أجرا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله هناك جهة واحدة جعلت مودتها أجرا لمحمد صلى الله عليه وآله ولذا كان يردد هذا الكلام في خطبه صلى الله عليه وآله ملعون من هو هذا الملعون الذي يكرر رسول الله لعنته لعن الله من لعن الله من منع الأجير أجره ثم يقول وأنا أجيركم أنت أجير آيا رسول الله أنت أجير عندي رسول الله يجعل نفسه أجيرا عندي أجيرا عندكم لماذا رسول الله بكله يكون أجيرا عندي يكون أجيرا عندكم إنها مودة العترة إنها مودة العترة والذين آمنوا أشد حبا لله من هنا نبدأ مع محمد صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نؤسس لعلاقة قرآنية كما يريدها الله هذا هو قرآن الله إنه يريد منا أن نكون مثل ما تتحدث هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله ويل ويل لمراجع النجا ويل ويل للخوئ وويل للسستان وويل لباقي المراجع الذين يصدرون الفتاوى في كتبهم من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وأهل محمد ويل لهم ويل لهم وويل للذين يتابعونهم القرآن يصفعهم على وجوههم هذا القرآن يكفر بدينهم ويكفر بدين السنة الذي لا يبنى على هذه الحقائق العلاقة برسول الله تبدأ من هذه النقطة والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الحب في حالة تزايد لا يقف عند نقطة معينة هكذا علاقتنا مع رسول الله يريدها الله ويريدها القرآن ومحمد لن نستطيع أن نحبه بهذا المستوى من المحبة حتى نسدد أجره إنه أجيرنا ألا لعنة الله على كل من منع الأجير أجره البداية من هنا من مودة العترة الطاهرة كي نستطيع أن نتعامل مع محمد صلى الله عليه وآله لابد أن نقدم أجره وحينئذ سيفتح محمد لنا الباب كي نتواصل مع الله منظومة عقائدية محكمة دقيقة متسقة منسقة مستوسقة والذين آمنوا أشد حبا لله قلت لكم لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات ولذا سأذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الثالثة والعشرين وما بعدها ماذا تقول الآية الثالثة والعشرون من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا أشد حبا لله مرت علينا الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وهل الكفر إلا الكفر بمودة العترة الطاهرة وهل الكفر إلا الكفر ببيعة الغدير بصريح آيات القرآن يَا أَيُّهَا وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُ وَأَنُونَ اقتْرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِي هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى بتفسيق الذي لا يكون حاله كما تتحدث هذه الآيات دقق النظر في هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم هذه العناوين لم تأتي على سبيل الحاصر لكنها العناوين التي تكون شاغلة للإنسان في حياته هذه العناوين هي التي تغطي المساحة الأكبر الأكبر في حياة الإنسان من اهتماماته اليومية وإلا فإن الآية ليست في مقام الحصر بهذه العناوين هذه أمثلة جاءت بها الآية الآية تريد أن تخبرنا عن أي شيء عن أي شيء لكن العناوين التي ذكرت في الآية هي العناوين التي ينشغل بها الناس قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه العناوين التي ينشغل بها الناس في حياتهم اليومية في ليلهم ونهارهم أحب إليكم من أي شيء من الله ورسوله وجهاد في سبيله عجيب هذا الأمر الجهاد في سبيل الله شأن من شؤون رسول الله بل من شؤون دينه فمحمد أعظم من الدين الدين من شؤون محمد والجهاد في سبيل الله من شؤون الدين جزء من الدين الآية ساوت بين شؤون دين محمد وبين الله في الحب والمودة والعاطفة ألا تتققون النظر في الآية بتدبر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حب الله لا يتحقق إلا بحب محمد وحب محمد لا يتحقق إلا بحبه وحب شؤونه وأعظم شأن يرتبط بمحمد صلى الله عليه وآله أجر رسالته لأن محمد لم يسأل الأمة شيئا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب محمد لم يسأل الأمة أجرا إلا هذا الأجر فهذا الشأن الأعظم من شؤون محمد صلى الله عليه وآله شأنه الأعظم بالنسبة إلينا هذا حقه الأعظم في رقابنا وفي أعناقنا يا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين القرآن ما قال لنا من أن المودة تكون لنساء النبي ولا قال القرآن لنا من أن المودة تكون للصحابة أو للتابعين أو أن تكون المودة لعامة المؤمنين إنني أتحدث عن المودة الواجبة الكاملة القطعية التي هي أجر لمحمده وإلا يجب علينا أن نحب نساء النبي يجب علينا أن نحب صحابة النبي يجب علينا أن نحب المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله حينما أقول يجب علينا لا أتحدث عن وجوب شرعية هذا وجوب عقائدي كيف نحب محمدا ولا نحب أسرته ونساءه وكيف نحب محمدا ولا نحب أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين نصروا وأطاعوه وأحبوه كيف نحب محمدا ولا نحب الذين آمنوا به هذا أمر عقائدي لا أتحدث عن فتاوى في أمور فرعية أو طقوسية لكن هذا شيء وأجر الرسالة شيء آخر المودة التي هي أجر محمد هذا شيء آخر شيء آخر حبنا لله لن يتحقق إلا بحبنا لمحمد ولكل ما يرتبط بمحمد ويريدنا أن نحبه نساء النبي يرتبطون بمحمد نعم يريدنا أن نحب أمهات المؤمنين يريدنا رسول الله أن نحب أمهات المؤمنين وأن نكرم ونعز ونجل أمهات المؤمنين يريد هذا منا رسول الله والأمر هو هو مع صحابته الأوفياء والأمر هو هو مع كل المؤمنين به إلى يوم القيامة لكنه يريد هذا بمستوى من المستويات أما حبنا لعترته فذلك أمر آخر وشأن آخر هذا يرتبط بحبنا لله بنحو مباشر إذا ما ساءت علاقتنا بنساء النبي أو بالصحابة أو بالمؤمنين لأمر لأمر دنيوي لشأن نفسي معين لن يكون هذا عائقا يمنعنا من أن ندخل الجنان لكننا لكننا حينما لا نحب العترة الطاهرة فهناك العوائق الكثيرة نحن في رواياتنا وأحاديثنا هناك باب في الجنة من الأبواب الثمانية لمن قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت إنهم أهل الذين لم يعرفوا أهل البيت من بداية الخلقة إلى يوم القيامة هناك من الناس أو من غير الناس من الذين يقدر لهم أن يكونوا في الجنان لا يعرفون أهل البيت لكنهم لا يبغضونه بغض أهل البيت هو الذي يحول فيما بين المخلوق وبين الجنة لكن الذي يكون من هذه الأمة وهو لا يحبهم فهو لم يكن قد سدد الأجر هناك عائق فيما بينه وبين الجنة لا بد أن يصف حاله ووضعه حينئذ هناك سؤال وسؤال وسؤال وهناك إشكال وإشكال وإشكال لن نستطيع أن نلجي الجنة حتى نسدد الأجر وتسديد الأجر هذا يكون في الدنيا قبل الموت لأننا إذا لم نسدد هذا الأجر سنقع تحت طائلة لعنة رسول الله صلى الله عليه وأهله ويجب علينا أن نعرف كيف نسدد هذا الأجر ليس باقتراح من عندنا لا بد أن نسأل رسول الله هو الذي سيبين لنا كيف سيكون تسديد أجرنا هذا عبر حديث الثقلين وعبر بيعة الغدير وعبر معرفة إمام زماننا فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مهتميتة جاهلية لماذا لأنه لم يسدد أجر رسول الله حكاية حكاية خطيرة خطيرة يا شباب السنة أدرك أنفسكم أنا لا أحدثكم لا بحديث الصحابة والتابعين ولا بحديث المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء إنني أحدثكم بحديث الله هذا هو حديث القرآن قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا بد أن تعرفوا من أن الآيات التي تأتي بعد هذه الآية تتحدث عن فرار الصحابة يوم حنين لماذا فروا لأنهم لا يحبون شؤون رسول الله ولذلك فروا لأنهم يحبون مساكنهم وأزواجه وأبناءهم هذه العناوين كانت أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وليتم مدبرين هل هؤلاء الصحابة هم الذين يكونون مصدرا لديننا والآية تصفهم بأنهم كانوا قوما فاسقين حتى لو تاب الله عليهم بعد ذلك إنهم كانوا قوما فاسقين تاب الله عليهم بعد أن كانوا فاسقين هل هؤلاء هم الذين يكونون مصدرا للدي يا شباب السنة يا أيها المسلمون في كل مكان هذه حقائق القرآن تنطق بين أيديكم فعودوا إلى قرآنكم هذا ما هو بقرآن خاص بالشيعة مثلا وله بقرآن جلبته من بيت عمتي أو خالتي هذا هو القرآن الذي في بيوتكم هذا قرآن محمد صلى الله عليه وآله تدبر في آياته تدبر فيها نذهب إلى فاصل وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا يبشرنا ما هي البشارة مر الكلام قبل هذه الآية في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الشورى والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير هذه آثار لشيء وهذه البشارة في أصلها في الدنيا في الدنيا آثارها في الآخرة هي هذه والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أين الجوهر في كل هذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة والذين آمنوا أشد حبا لله الحب في إزدياد ومن يقترف حسنة إنها حالة الإزدياد الإزدياد في المعرفة والإزدياد في التسليم والسالمية لهم صلوات الله عليهم لمحمد وآل محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور لا توجد آية في القرآن تتحدث عن هذا المضمون وفي هذا المضمون لغير العترة الطاهرة هؤلاء هم محمد وآل محمد إذا أردنا أن نحب الله فإن الله جعل حبه في محمد وإذا أردنا أن نحب محمدا فإن محمدا جعل حبه في عترته في علي وفاطمة وفي ولدي علي وفاطمة المعصومين من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا هذه هي الحقيقة من الآخر من دون افتراءات وأكاذيب الصحابة والتابعين من دون أكاذيب من كذب من نساء النبي من دون أكاذيب وافتراءات مراجع حوزة النجف وكربلاء من أتباع المذهب الطوسي العباسي اللعين هذه الحقيقة من دون قشور ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور هذه الآية تطالبنا بمودتهم فهل المودة شيء كسبي إذا كان المراد من المودة المحبة فهل المحبة شيء كسبي المحبة المحبة ما هي بشيء كسبي لكننا يمكن أن نكتسب وأن نحصل مقدمات هذه المحبة وإلا فإن المحبة أمر اضطراري مثلما يقع في تعابيرنا الشعبية وفي حواراتنا العرفية من نقول القلب ما يحب القلب ما يحب يعني أن المحبة اضطرارية وليست اختيارية لكن بإمكاننا أن نهيئ وأن نكتسب وأن نحصل مقدمات المحبة التي ستكون في آخر الأمر اضطرارية حينما نكون قريبين من الجهة التي تستحق الحب حينما نكون عارفين بجمال الجهة التي تستحق الحب ويكون حبها اضطراريا حينما يعرف القلب قدرها وحينما يتحسس الوجدان جمالها وحسنها وحينما يدرك العقل عظمتها فإن الحب سيكون اضطراريا حينئذ فالآية فالآية هنا تطالبنا أن نسعى إلى تحصيل المقدمات وإلا فإن الحب ليس أمرا يجلب من السوق وليس أمرا نستطيع أن نفعله في قلوبنا الحب والمودة هذه أمور اضطرارية ليست باختيارنا لكننا نستطيع أن نهيئ المقدمات ففي الحقيقة أجر الرسالة هي هذه المقدمات يجب علينا أن نهيئ المقدمات أجر الرسالة ما هو في المودة نفسها لأن المودة أمر اضطراري ولذا في أحاديث رسول الله وآل رسول الله لا يحبك يا علي إلا مؤمن المؤمن هو الذي تهيئت عنده المقدمات تهيئت عنده مقدمات الإيمان حينما تهيئت مقدمات الإيمان بالنحو الصحيح بنحو اضطراري رغم أنفه سيحب علي برغم أنفه لأن الحب ليس اختياريا يا أيها الناس افقه هذه الحقيقة يا أيها الشيعة افقه هذه الحقيقة بقدر ما تزدادون معرفة للعترة الطاهرة إنكم ستزدادون حبا لهم والآية تتحدث عن هذا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة نزد له فيها حبا في قلبه لأن الحب اضطراري ومن يقترف حسنة إنه من يسعى في تحصيل المعرفة أكثر وأكثر إنه من يسعى في أن يكون قريبا منهم أكثر وأكثر إنه من يتمسك بما يحبون تمسكا أكثر وأكثر فليعمل كل مرء منكم هذا أمر إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد فليعمل كل مرء منكم أي عمل يريد إمام زماننا منا فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا بما يقرب به من محبتنا لأن المحبة بعيدة المنال ليست اختيارية إنها اضطرارية تتولد في القلب بعد حصول الأسباب لتولدها فعرفوا الحقيقة هذه حوزة النجف لا تخبركم بهذا حوزة النجف وكربل حوزة ضالة لا تفقه دين العترة دينها لا علاقة له بدين العترة دين العترة هو هذا حقائق الدين هي هذه ففقهوها وتعلموها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد نزد له فيها حسنة إذا ما ذهبت بكم إلى سورة مريم هذه آية مهمة جدا في سورة مريم تقرؤونها وتمرون عليها وإذا ما رجعتم إلى كتب التفسير فإنهم يضللونكم أتحدث عن تفاسير سقيفة بني ساعد وعن تفاسير سقيفة بني طوس وهي ألعنوا وأقذروا وأنجس الآية السادسة والتسعون بعد البسملة من سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات السياق هو السياق السياق هو السياق ماذا كنا نقرأ في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا كنا نقرأ في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعود إلى سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة العملية تجعل من قبل الرحمن لأنها أمر اضطراري وظيفتنا أن نهيئ المقدمات المودة توفيق يا أيها الشيعة توفيق القرآن صريح في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فإن الآية تحدثت به كما بينت لكم قبل قليل أما في سورة مريم فإن الآية تحدثت عن حيثية واضحة إنها جزء من حيثيات آية الشورى والتي شرحتها لكم قبل قليل إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودة هذه المودة وهذا الود يأتي بجعل وظيفتنا أن نهيئ المقدمات هذا الود ود علي هذه الآية نزلت في علي وحق الزاراء ما أنا الذي أقول ولن أقرأ عليكم من كتب الشيعة دعوا كتب الشيعة جانبا هذا تفسير عطية العوف من التابعين ومن الذين يعتمد عليهم محدثوا السنة في صحاحهم وفي جوامع حديثهم وقد حدثتكم عن هذا الأمر في الحلقات المتقدمة كيف أن كبار المحدثين وكيف أن أصحاب الصحاح يعتمدون على روايات عطية العوف هو من التابعين توفي سنة مئة وسبعة وعشرين للهجرة وهذا تفسيره إنه يروي عن الصحابة عن صحابة النبي هذه الطبعة الطبعة الأولى ألف أربعمية وواحد وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة إيران هذا هو الجزء الثاني من تفسير عطية العوف صفحة مئتين وثمانية واربعين رقم الحديث ألف ومية وخمسة وخمسين لا أقرأ كل الحديث وإنما أذهب إلى موطن الحاجة من بإمكانكم أن تعودوا إلى المصدر عطية العوف روى الحديثة بنحو مباشر عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا قال لا تلقى رجلا إلا وفي قلبه حب لعلي بن أبي طالب لا تلقى رجلا مؤمنا المراد فإن علي لا يحبه إلا مؤمن كما قال رسول الله ولا يبغضه إلا منافق لا تلقى رجلا إلا وفي قلبه حب لعلي بن أبي طالب أبو سعيد الخدري ينقل هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في تفسير عطية العوف في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني حنفي هذا من علماء الأحناف ومن أعلام القرن الخامس الهجري وهذا هو الجزء الأول طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية صفحة خمسمية وأربعة وأربعين رقم الحديث أربعمية وتسعين بسند وبتفصيل أذهب إلى موطن الحاجة هذا الحديث عن البراء ابن عازب قال نزلت في علي هذه الآية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية التي قرأتها عليكم من سورة مريم نزلت في علي صفحة خمسمية وستة وأربعين رقم الحديث أربعمية وأربعة وتسعين أنزلت في علي بن أبي طالب صفحة خمسمية وسبعة وأربعين رقم الحديث أربعمية وخمسة وتسعين نزلت في علي بن أبي طالب والأحاديث تستمر في هذا الكتاب إنني قرأت عليكم من شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحافظ الكبير عبيد الله إنه الحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري وهذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإمام من أئمة الشوافع لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الخامس صفحة 479 عند الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود حدث هنا عن البراء عن رسول الله بخصوص هذه الآية فَنَزَلَتْ فِي عَلِيِّهِ وَأَخْرَجَتْ طَبَرَانِيُّ وَابْنُ مُرْدَوَيْهِ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ قال نزلت في علي بن أبي طالب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود هذه كتب السنة ما هي بكتب الشيعة إنني قرأت عليكم من تفسير عطية العوف هذا من التابعين ينقل عنه السنة والشيعة والسنة أكثر من النقل عنه في صحاحهم وجوامع حديثهم وهذا كتاب عالم حنفي إنه الحاكم الحسكاني وهذا الدر المنثور وهو كتاب مشهور معروف لجلال الدين السيوطي وهناك وهناك هذه أنثلة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود هذه المودة وهذه المحبة ستكون من الله في قلوب المؤمنين لعلي وآل علي هؤلاء هم العترة الطاهرة هذا منطق القرآن هذا هو الذي يريده الله فإذا أردنا أن نحب رسول الله علينا أن نحبه بهذه الطريقة هذه طريقة الله هذه طريقة القرآن الآيات واضحة والمطالب صريحة ما آنى يا أيها النيام أن تستيقظوا متى تستيقظوا نبينا الأعظم يقول الناس نيام فإذا مات تنتبه ولكن ماذا سيصنعون بانتباههم بعد موته الإنسان ينتفع من يقضته إذا كان في الدنيا يا أيها النيام انتبهوا ما الدنيا إلا أيام وستنتهي هذه الأيام ستنتهي هذه الأيام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وإلى سورة المجادلة وهناك من يقرأها المجادلة ولكن المشهورة المجادلة في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة المجادلة وهي آخر آية فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حاد الله عاد الله ورسوله نافر الله ورسوله كان في موقف مخالف لما يريد الله ورسوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه المنطق هو هو منطق بيعة الغدير لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هذه علائق دنيوية منتهية قد يختلف قد يختلف الابن مع أبيه لأمر دنيوي زائف فيقتل الأب ولده ويقتل الولد أباه لأمور دنيوية زائفة هذه العلائق محدودة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله هؤلاء هم حزب الله وليس الذين يبنون أحزابهم على فكر سيد قط هؤلاء أحزاب الشيطان وليس الذين يبنون أحزابهم على ما يسمى بفكر الوحدة الإسلامية بفكر البدعة الإسلامية أولئك حزب الله حزب الله هؤلاء الذين يبنون دينهم ويبنون أحزابهم ويبنون واقعهم وحياتهم على هذا المنطق الذي أحدثكم به على منطق القرآن بعيدا عن دين السنة وبعيدا عن دين الشيعة أتحدث عن شيعة الطوسيين أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هكذا يريدنا الله أن نحب رسول الله أن نحبه عبر تسديد أجر الرسالة بهذا الفهم الذي بيّنته لكم فإن المودة في جوهرها اضطرارية إنه توفيق مثل ما حدثتنا سورة مريم فإن الرحمن هو الذي يجعل المودة في قلوبنا ولكن هذا لن يأتي مجانا ولن يأتي جزافا لابد من مقدمات نسعى في تحصيلها وكسبها وتحقيقها في أنفسنا وفي واقعنا الذي نعيش فيه حينئذ ستأتي المودة وتأتي المحبة مثل ما يحدث القرآن وأن يكون الحب حقيقيا مثل ما تحدثنا سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة أعتقد أن الآيات هذه قد رسمت لنا خارطة الحب والمودة والعاطفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل في الآية السادسة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي فماذا يترتب علينا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله هذه أخلاق الله مع محمد صلى الله عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وهذا واضح في الأحاديث في كتب السنة والشيعة من أن النبي صلى الله عليه وآله بيَّن لنا أن هناك نوعين من الصلاة عليه هناك صلاة بتراء وهناك صلاة كاملة ليست بتراء الصلاة الكاملة هي هذه التي تتردد على لساني صلى الله عليه وآله أما الصلاة البتراء فهي التي تتردد على ألسنة أتباع سقيفة بني ساعدة صلى الله عليه وسلم هذا إذا تلفظوها بشكل صحيح فهناك صلاة بتراء وهناك صلاة كاملة الآية هنا تأمر بصلاة كاملة لأن الذي يفسر القرآن رسول الله بحسب القرآن حينما نزلت هذه الآية فسرها لنا رسول الله بأن الصلاة هكذا تكون إنها صلاة عليه وعلى آله الأطهار ونهانا أن نصلي عليه الصلاة البتراء ماذا نفهم من هذا نفهم من هذا أن الذي يصلي الصلاة البتراء يكون في حال منافر لما يريده رسول الله يكون في حال معصية لرسول الله لأن النبي نهانا أن نصلي عليه الصلاة البتراء أما هذه الصلاة البدعية الذين يقولون هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه هذه صلاة بدعية هذه بدعة هناك صلاة بتراء هناك صلاة كاملة وهناك صلاة بدعية الصلاة البتراء هي هذه المعروفة عند أتباع سقيفة بني ساعد الصلاة الكاملة هي المعروفة عند الذين يقولون نحن شيعة هل صدقوا في ذلك أم لم يصدقوا هذا أمر بحاجة إلى تحقيق وهناك الصلاة البدعية بعض الشيعة يقولونها بعض الذين يقولون نحن شيعة يقولونها على ألسنتهم في خطبهم في كتبهم صلى الله عليه وآله وصحبه الآية لا تصلوا علي الصلاة البتراء وإنما صلوا علي الصلاة التي أنا أريدها فقولوا صلى الله عليه وآله ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم أو أن تقولوا عليه السلام أو أن تقولوا عليه الصلاة والسلام النبي يريدنا أن نقول صلى الله عليه وآله هذه الصلاة الكاملة ولا يريد منا أن نقول صلى الله عليه وآله وصحبه هذه صلاة بدعية وكل بدعة في النار هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما تقوله الآية السابعة والخمسون بعد البسملة من سورة الأحزاب ألا ينطبق عليكم حينما تصلون الصلاة البتراء بخلاف أمر رسول الله أو أن تصلوا الصلاة البدعية بإضافة الصحابة إن الذين يؤذون الله ورسوله إنكم تؤذون الله ورسوله ما هي العاقبة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة تدبروا في آيات الكتاب تدبروا فيها النبي صلى الله عليه وآله مثل ما جعل مودته مقرونة بنحو الوجوب بمودة العترة جعل الصلاة عليه مقرونة بنحو الوجوب بالصلاة على عترته هذا منطق القرآن وعودوا إلى أحاديث السنة والشيعة في باب الصلاة على رسول الله وماذا قال رسول الله حينما نزلت هذه الآية وكيف فسرها عودوا إلى كتبكم الحديثية وقرؤوها الصلاة على رسول الله لا بد أن تكون عليه وعلى آله وآله هنا هم الذين مودتهم واجبة ليس الحديث عن نساء النبي أو عن عموم بني هاشم أو عن قرابات النبي من قريب أو من بعيد وليس الحديث عن الصحابة المقربين لرسول الله أبدا الكلام واضح في آيات الكتاب الكريم وفي تفسير رسول الله لكتابه الكريم الكلام واضح في العترة العترة الذين يتحدث حديث الثقلين عنهم وتتحدث بيعة الغدير عنهم ومن قبل ذلك آية التطهير قد نزلت فيهم إنهم أصحاب الكساء أصحاب الكساء وولد الحسين هم جزء من أصحاب الكساء ولد الحسين هم امتداد للحسين صلوات الله عليه من السجاد إلى القائم عليهم تحيات رب العالمين الآيات واضحة هذه الآيات هي التي ترسم لنا خارطة علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة هل من خلل في كلامي؟ أسألكم بما تقدسون أسأل الشيعة والسنة هل من خلل في كلامي؟ ليس من خلل لأنني أنقل لكم كلام القرآن فقط هذا الكلام ما هو من عندي؟ هذا كلام القرآن وكلام القرآن ليس فيه من خلل ولا مجال للبحث في أسانيد الآيات كما علمكم الشيطان كما علم السنة والشيعة على حد سواء لتدمير أحاديث محمد وآل محمد كما علمكم الشيطان وأنتم تقيمون الأحاديث من خلال الأسانيد وفقا لعلم القنادر ما يسمى بعلم الرجال عندكم الآيات لا مجال للحديث في أسانيدها هذه آيات القرآن وهذا المعنى معروف عند المسلمين جميعا من أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله لن تكون صلاة بتراء الصلاة البتراء تعني دينا أبتار إنها لعنة لعنة تدبروا في الآيتين سأقرأ الآيتين عليكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا مصداق من مصاديق إذاء رسول الله أن نصلي عليه الصلاة البتراء ويل لعلماء السنة ويل لخطباء السنة ويل للسنة جميعا وهم يؤذون رسول الله يصلون عليه الصلاة البتراء عاقبتهم تبينها الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله هذا إذاء إذاء لرسول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ألا لعنة الله عليه القرآن يلعنهم نذهب إلى فاصل الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون حينما يصلي السني الصلاة البترة يكون مصداقا لهذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إنني أتحدث عن العالم السني لا أتحدث عن عوام السنة عن العالم السني الذي قرأ الأحاديث ويعتقد بصحتها في كتب الحديث في المكتبة السنية من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة البتراء عليه وهو يؤلف فيصلي الصلاة البتراء ويخطب فيصلي الصلاة البتراء ويخرج في الإعلام كي يجيب على الأسئلة ويصلي الصلاة البتراء ويدرس في المدرسة الدينية ويصلي الصلاة البتراء وحتى فيما بينه وبين نفسه يصلي الصلاة البتراء يعلم الناس أن يصلوا الصلاة البتراء إنه مصداق لهذه الآية من مصاديق الملعونين في هذه الآية هذا وأمثاله هذا ينطبق عليهم جميعاً يندر بين علماء السنة من يصلي الصلاة الكاملة الأعم الأغلب يصلون الصلاة البتراء هناك من يصلي الصلاة البدعية وقليلون جداً ويصلون الصلاة الكاملة وليس دائماً في بعض الأوقات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب كيف بينا للناس في الكتاب من طريق رسول الله لأن رسول الله أنزل عليه الكتاب ليبين حقائق الكتاب للناس فحينما نزلت آية الصلاة على رسول الله بين معناها للناس ولكن الصحابة الخائنين والصحابة الغادرين والصحابة السافلين هم الذين علموا الأمة أن تصلي الصلاة البتراء وجاء العلماء الذين يقالوا لهم علماء وفقهاء ومفسرون ومحدثون فساروا على هذا المسار وانتشر الأمر في السنة فصار أمرا معروفا وإذا ما قال أحد صلى الله عليه وآله يقولون هذا شيعيون لأن علامة السني أن يصلي الصلاة البتراء هذه علامة على أن دينهم دين أبتار الويل لكم هذا القرآن يلعنكم يلعنكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللاعنون محمد وآل محمد لست أنا لا كما يفسرها النواصب في زمان الأئمة كانوا يفسرون اللاعنين هنا بالحشرات بهوام الأرض وهذا ورد في رواياتنا أئمتنا يقولون نحن اللاعنون وليس كما يقول أن نواصب من أن اللاعنين هوام الأرض أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ولكن هناك مجال يا شباب السنة اقرأوا الآيات من بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الذين يتراجعون عن الضلال هذا فإن الله يتوب عليهم تدبروا في هذه الآيات في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في تفسير العترة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فعليا فعليا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا كفروا بالعترة وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الآيات واضحة وصريحة وهي بحاجة إلى وقفة طويلة لكن المقام لا يسمح بذلك لكن تذكروا تذكروا من أن الذي يصلي الصلاة البتراء يكون مصداقا لهذه الآية لأن آية الصلاة على رسول الله وهي السادسة والخمسون بعد البسملة من سورة الأحزاب حينما نزلت فسرها النبي للمسلمين وبيّن من أن الصلاة على نوعين هناك صلاة بتراء نهانا أن نصليها عليه وهناك صلاة كاملة صلى الله عليه وآله هي التي يريدنا أن نقوم بها النبي بيّن ذلك الصحابة الخائنون التابعون السفلة الذين جاءوا من بعدهم على منهج خيانتهم والعلماء والفقهاء والمفسرون الغادرون الفاجرون الذين علموا المسلمين هذا الضلال هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية لقد كتموا الحقيقة لماذا كتموا الأمر هنا كي يستطيعوا أن يغلقوا المنافذ جميعا فحينما يتحدثون عن مودة القربة يستطيعون أن يعبثوا بالآية وحينما يكون الحديث عن بيعة الغدير يعبثون بالآيات وكذلك حينما يكون الحديث عن الثقلين وعن أهل البيت وعن أصحاب آية التطهير وعن أصحاب آية المباهلة وكذا يريدون العبثة وفعلا عبثوا في تفسير هذه الآيات وإن كانوا لا يستطيعون أن يغطوا الحقيقة مهما فعلوا الحقيقة واضحة وآثارها باقية حتى في كتبهم في كتب السنة أنفسهم وإن ضعفوا الأحاديث لكن الحقيقة واضحة برغم آنافهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذه الآيات ترسم لنا برنامج علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كنت متمنيا أن أكمل الموضوع في هذه الحلقة لكن يبدو أنني سأحتاج إلى حلقة قادمة كي أكمل لكم جولتي ما بين آياتي الكتاب الكريم لنعرف حدود علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة ما بعد البسملة هذه الآيات تحدثنا عن الأدب في التعامل مع رسول الله وتخبرنا عن أن كبار الصحابة ما كانوا مؤدبين مع رسول الله وما كانوا يحسنون اللياقة في التعامل معه فهل هؤلاء يستحقون أن يكونوا أئمتان على دين رسول الله وأئمتان في دين رسول الله هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمار بشهادة صحيح البخاري في صحيح البخاري هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمار وسأقرأ لكم أحاديث البخاري بهذا الخصوص في الحلقات القادمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا لا تُقَدِّمُوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيْبُونَ عَلَيْنَا أصوات الصحابة حتى طردهم رسول الله كذابون هؤلاء يضحكون عليكم الصحابة ما كانوا مؤدبين مع رسول الله هل القرآن هو الذي يقول وأحاديث البخاري هي التي تقول وإلى آخر لحظة في حياة رسول الله واقعة رزية الخميس تخبرنا عن سوء أدبهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تسبقوا رسول الله في أن تعطوا نظركم في أمر من الأمور من أنتم؟ من أنتم يا أيها الأعراب؟ من أنتم يا أيها الأجلاف؟ القول قول رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كنوا مؤدبين كنوا مؤدبين ولكن من أين يأتيكم الأدب؟ إذا قرأنا تأريخ عوائلكم فإننا سنعرف ما الذي كان وما الذي ستكون عليه عواقب أموركم حالة سوء الأدب كانت منتشرة بين الصحابة وإلا لماذا هذه الآيات؟ لماذا هذه الآيات؟ ولماذا التشديد وهذا النكير على كبار الصحابة بسبب سوء أدبهم؟ فهل هؤلاء يستحقون التقديس؟ وهل هؤلاء يؤخذوا الدين منهم؟ وهل هؤلاء سيكونون أمناء على كتاب الله؟ الذين ما كانوا يعرفون كيف يتعاملون تعاملاً عرفياً أدبياً مع رسول الله هؤلاء هم الذين يوكلوا إليهم أمر الأمة أمة بائسة أمة ضالة أمة فاشلة وواقعها اليوم يخبرك عن واقعها بالأمس هذا الذي يحدثوننا به عن تأريخ ذهبي لأمة الإسلام كذب هذا وزيف هذا يا أيها الذين آمنوا هذا تأريخهم الله يكتب تأريخهم أصدق الطبر أصدق الواقدي أصدق اليعقوب أم أنني أصدق الله أصدق مان ما هذا تأريخهم يكتبه الله في قرآنه أصدق مان أصدق أبا هريرة أم أنني أصدق الله وبعد الله فإنني أصدق العترة الطاهرة التي أمر رسول الله بأن نأخذ الدين منها وهؤلاء قد أخبرون عن سوء منقلب الأمة وعن ضلالها وكفرها وارتدادها ما هي هذه الحقيقة التي جرت على أرض الواقع ومقدمات هذه العواقب هذه الآيات تدبروا فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا سوء التوفيق هذا هو الخذلان والذي جرى على هذه الأمة وجرى على كبار الصحابة ومن هنا ارتد كبار الصحابة وارتدت هذه الأمة وأحاديث البخاري وأحاديث مسلم في أبواب صفة الحوض تخبرنا عن هذا تخبرنا عن أن أكثر الصحابة ارتدوا ورجعوا القهقر على أدباره وأن عاقبتهم إلى النار هذه أحاديث البخاري ومسلم وهي أحاديث كثيرة عودوا وقرؤوها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هل فعل عمر هذا ورسول الله مريض في آخر لحظات حياته ويريد أن يكتب للأمة الكتاب العاصم هل غض الصحابة أصواتهم في تلك اللحظات الحرجة هؤلاء أقبح من على الأرض أقبح من على الأرض هذا هو الذي فعلوه في بيت رسول الله ولذا طردهم رسول الله هذه حقائق حقائق ماذا تصنعون معها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أن هؤلاء الذين كانوا في مجلس رسول الله في واقعة رزية الخميس ما هم من أهل التقوى فما هم من أهل الدين الأهيات صريحة وواضحة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هؤلاء هم الصحابة يا شباب السنة احترموا عقولكم أنتم مضحوك عليكم مثل ما نحن مضحوك علينا لقد ضحك عليكم يا شباب السنة منذ السنة الحادية بعد العاشرة للهجرة أما نحن فقد ضحك علينا منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم المذهب الطوسي اللعين وأسس حوزة النجاف ومنذ ذلك اليوم ونحن مضحوك علينا أما أنتم فمضحوك عليكم منذ رزية الخميس منذ رزية الخميس إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم حتى إذا أردنا أن نقول من أن الصحابة قد تاب الله عليهم ماذا نفعل برزية الخميس فهل نزلت آية بعد رزية الخميس تحدثنا عن توبة الصحابة بعد الذي فعلوه برسول الله ولا اعتذروا منه ولا ندموا عليه ولا رجعوا عنه بل ذهبوا إلى ما هو أسوأ تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدفن وما صلوا عليه وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لنسج مؤامرتهم وهذا هو الذي حدث تدبروا في هذه الآيات وانظروا في الوقاع التي حدثت وماذا جرى والأمور تتبين من خواتيمها خواتيم الأمور هذا هو حال الدين بعد الذي فعله الصحابة في سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تبدأ بتسديد الأجر لمقامه الأعظم وتسديد الأجر مودة عطرته الطاهرة ومثلما بيّنت لكم المودة أمر اضطراري وليس اختياريا إنما يجب علينا أن نهيئ مقدماتها إذن تسديد الأجر ليس في المودة نفسها وإنما في المقدمات التي نكتسب من خلال هاء المودة أن نسعى في معرفتهم وبالتحديد أن نسعى في معرفة إمام زماننا أن نتثقف بثقافتهم أن نتقرب إليهم بالذي يريدون منا أن نتقرب به إليهم تنظيم علاقتنا مع رسول الله تبدأ من تنظيم علاقتنا مع العترة الطاهرة وتنظيم العلاقة مع العترة الطاهرة لا معنى لها إلا بتنظيم العلاقة مع إمام زماننا وهكذا كل شيعة في زمانهم مع إمام زمانهم من هنا يبدأ حبنا لرسول الله ومن هنا يبدأ حبنا لله سبحانه وتعالى وتركوا هراء الصوفيين والعرفانيين الذين يتركون أحاديث أهل البيت وأدعية أهل البيت ويذهبون يقرؤون أشعار الشعراء الصوفيين إن كانوا من العربي أو كانوا من الفرس دعوا هراء العرفانيين لهم ودعوا هراء الصوفيين لهم العرفانيون هم صوفية الشيعة على منهج بن عربي دعوا هراء القوم لهم إذا أردتم حب الله فإنكم لن 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 تستطيعوا أن تحبوه حتى تحب محمدا ولن تستطيعوا أن تحب محمدا حتى تحب عترته الطاهرة ولن تستطيعوا أن تحب عترته الطاهرة ما لم تحب إمام زمانكم ولن تستطيعوا أن تحب إمام زمانكم ما لم تعرفوه ومن هنا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية كيف يحبه إذا لم يعرفه كيف يحبه فإذا ما أحبه فقد أحب العترة الطاهرة وإذا ما أحب العترة الطاهرة فقد أحب محمدا صلى الله عليه وآله وإذا ما أحب محمدا صلى الله عليه وآله فقد أحب الله سبحانه وتعالى من هنا تبدأ علاقتنا مع رسول الله وحينما نصلي عليه وهذا أدب نتأدب به تعلمناه من الله سبحانه وتعالى فإن الله هو الذي يصل على رسوله كما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي ونحن نتأدب بأدب علي وآل علي مثلما بايعنا في بيعة الغدير حيث قال لنا رسول الله في مواثيقه ووافقنا على ذلك وبايعنا على ذلك هذا علي يفهمكم بعدي من هنا تأخذون الفهم نحن نتأدب بأدب علي أدبني ربي هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي ونحن نتأدب بقدر ما نستطيع بأدب علي الذي بايعناه على هذا أن نتأدب بأدبه هذا علي يفهمكم بعدي وحق القرآن هذه هي حقائق القرآن وأنا أتل عليكم آيات الكتاب وهي واضحة جلية صريحة بإمكانكم أن تعود إليها وأن تدرك هذه المعاني بالتدبر وبطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى ستدركون هذه الحقائق ومن القرآن وتلك حجة حجة قاطعة عليكم يا شباب الشيعة ويا شباب السنة مشكلتكم واحدة مشكلتكم واحدة مضحوك عليكم مضحوك عليكم إلى أن وصلنا إلى سورة الحجرات وهذه الآيات تطالبنا بأدب اجتماعي رفيع مع رسول الله بأدب ونحن نتكلم معه بأدب ونحن نتعامل معه بأدب حينما نكون قريبين منه حينما نكون في مجلسه حينما نكون في فنائه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هذه الآداب يجب علينا أن نتعلمها كي نعمل بها مع إمام زماننا إذا ما وفقنا أن نكون من أهل عصر ظهوره يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذه الأمة لو كان عندها قليل من العاقل لاتبعت العترة الطاهرة الشيعة لو كان عندهم قليل من العاقل لهجر المذهب الطوسي اللعين منابع فكر العترة موجودة بين أظهرهم ولكننا من أين نأتي بالعقل للشيعة وقد طمر المراجع الطوسيون العقل الشيعية بخرائهم الذي تكدس وتكلس فصار قبرا متكدسا ومتكلسا فوق العقل الشيعي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذه الحالة ليست خاصة بهؤلاء حالة عدام العقل حالة عامة في الأمة والأسباب من رجال الدين رجال الدين إنهم جند الشيطان والشيطان لا يريد للأمة أن تحترم عقلها وأن تقيم الأمور بالموازين الصحيحة إنه يريد للأمة إن كانوا من الشيعة أو كانوا من السنة أن يبقوا مضحكة لمجموعة من المعتوهين من قليل الثقافة والعلم الذين يقال لهم العلماء الفقهاء وهم لا علماء ولا فقهاء هم جهلاء وسفهاء وهذه هي الحقيقة من الآخر التي لا يقولها أحد لكم وأنتم لا تريدون أن تسمعوها وإلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآية واضحة بالنسبة للذين كانوا في زمان رسول الله أو كانوا في زمان الحضور في زمان حضور العترة الطاهرة فعليهم أن يتعلموا وأن يتأدبوا بالآداب التي مرت في مجلس رسول الله وفي مجالس العترة الطاهرة بالنسبة لنا ونحن في زمان الغيبة هذه الآية يصدق معناها بخصوصنا أن نأخذ الدين من قرآن محمد صلى الله عليه وآله المفسر بالتفسير الذي بايعنا محمدا على أن نأخذ التفسير منه في بيعة الغدير بايعنا أن نأخذ تفسير قرآن محمد من علي وآل علي فقط وكذا الأمر مع الفهم والمعرفة والحكمة والتقييم هذا علي يفهمكم بعدي حقائق الدين من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلى الله عليه الآية واضحة مصدر العلم ومصدر الدين رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل هذا الرسول يتلو عليهم آياته قراءة القرآن نأخذها من رسول الله من الذي ينقلها لنا الكسائي اللوات أو حفص الكذاب أو ينقلها لنا جعفر بن محمد من الذي ينقلها لنا حفص الكذاب الذي نقرأ الآن بقراءته أم الكسائي اللوات أم 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 ولكن الذي حدث في الأمة قد حد علينا أن ندرك ما نستطيع أن ندرك إنقاذه من أنفسنا وليس من أنفس الآخرين كل إنسان مسؤول عن نفسه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فالتلاوة نأخذها من رسول الله من أين نأخذها نأخذها من حفص الكذاب وهو يقول لنا من أنه أخذها عن علي بن أبي طالب أخذها عن عاصم بن أبي النجود عن علي بن أبي طالب ونصدق هذا الكذب أم أننا نأخذها عن محمد بن علي الباقر الذي أخذها عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين الشهيد عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله نعمل بأي سنده بأي سنده هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم التزكية والتربية والأخلاق من رسول الله وليس من الصوفيين وليس من العرفانيين الذين أخذوا دينهم من الفلسفة الهندوسية ومن الغنوصية والمانوية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هناك منهجان في سورة الجمعة منهج رجل الدين الإنسان وهو الذي تتحدث عنه وهناك منهج رجل الدين الحمار حيث تتحدث الآية الخامسة بعد البسملة عنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا هو منهج رجل الدين الحمار وهنيئا للأمة بهذا المنهج العظيم الذي هم عليه منذ سقيفة بني ساعدة بالنسبة للسنة ومنذ سقيفة بني طوسي بالنسبة للشيعة هناك منهجان منهج رسول الله هو هذا إنه منهج بيعة الغدير القرآن يؤخذ تفسيره من علي وآل علي فقط لمنه لأك الذين هم حمير القرآن يؤخذ من أهله من الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم من هنا يؤخذ القرآن هذا هو منهج رجل الدين الإنسان إنه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين المنهج الآخر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر